وللمزيد مشاهدين في هذا الصدد ينضم إلينا من جامعة الدولة العربية مراسل تلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية يعني الاجتماع لازال منعقدا في مقر الجامعة طلعنا على كواليس هذا الاجتماع وأي معلومات ربما قد تكون رشحت عن هذا الاجتماع نعم رجائي بداية مجزرة جديدة تضاف إلى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مدينة نابلس الفلسطينية بالضيفة الغربية المحتلة حين اقتحمت قوات كثيفة من جيش الاحتلال مدينة نابلس وقامت بإطلاق النار على أبناء الشعب الفلسطيني بدعم أن هناك مطلوبين فلسطينيين ولكن المصادر الفلسطينية أكدت أن هناك أبرياء الحصيلة النهائية حسب المصادر الفلسطينية تتحدث عن 11 شهيدا ونحو عشرات المصابين الذين سقطوا يوم أمس في مجزرة مدينة نابلس الفلسطينية بالضيفة الغربية المحتلة ومن بين الضحايا هناك مسنين رجال كبار في السن وأطفال أيضا وبالتالي نتحدث بصدد أبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين ارتقبوا بحقهم مجزرة جديدة بناء عليه وبناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كانت هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وبالفعل بعد ظهر اليوم أن عقدت مجلس الجامعة الدول العربية هنا في مقرها بالقاهرة وكانت هناك مجموعة من الإدانات وطلب من كلمات سفراء الدول العربية التي أدانت بشكل كبير هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني هذه الجلسة التي انتهت منذ قليل تحدث فيها مجموعة من مندوب الدول العربية منهم كلمة مصر والجزائر والكويت بالإضافة إلى الأردن وكانت هناك كلمة فلسطين التي تم التأكيد فيها على ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي الذي يمارس بشكل يومي ضد أبناء هذا الشعب الفلسطيني الأعزل بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وأيضا المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وهناك سوف يكون هناك تحرك أيضا تجاه هذه المنظمات الدولية لوضعها بصدد هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي تقام بشكل يومي بالإضافة إلى أن الكلمة فلسطين طالبت أيضا بضرورة التعجيل بإقامة مفاوضات عاجلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى التسوية للسلام وفق لمبادرة السلام العربية وأيضا مبدأ الأرض مقابل السلام كانت كلمة فلسطين أيضا طالبت بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب من بناء مستوطنات إسرائيلية أو شرعنت مزيد من البواري وفي كلمة مصر أدانت هذه العمليات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بناء مزيد من المستوطنات وأيضا شرعنت هذه البواري الاستيطانية غير الشرعية بالإضافة إلى أن هناك أيضا عدة كلمات من مندوب الدول العربية وسفراء الدول العربية من الأردن والجزائر أكدت أيضا على هذا المحتوى منذ قليل انتهت هذه الكلمة التي تم تأكيد فيها على التوجه بشكل عاجل إلى المنظمات الدولية لوضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياتي وأمام جرائمي التي ترتكب بشكل يومي إليك رجائي فلسطين شكرا جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية شكرا جزيلا